دوك هذا الدكتور عبدالغني عزي مدير مراقبة المنتجات الغدائية بلونسا الحضور دينا اليوم باش نبينو وباش نبينو المنهج دي المراقبة المنتجات الغدائية على الصعيد الوطني في المملكة المغربية هذا المنهج دينا كي اعتمد أساسا على المراقبة الوقائية اننا مثلا اي منتج غدائي ما يمكنه تستورد حتى كنعرفوا البلد المصدر وممكنت تفقوا معاه على جميع شروط صحية باش ممكن لشدنا المنتجات كان مراقبة في مناطق العبور ان المنتجات ما كتدخل حتى كتتترقب وكتتخضع المجموعة دي المراحل دي المراقبة عاد كيمكن لدخل السوق الوطني وفي السوق الوطني ما يمكنش المنتج انه يتنتج ولا يتباع الى ما كانش منتج في وحدات صناعية مرخصة من طرف الونسا وهذا الترخيص دي الصراحية التالي طرف الونسا عنده واحد الرقم ديال عنده واحد الرقم ديال ترخيص كيكون في العلبة ولا في المنتج واللي ما مرخش او اللي رقبناه والقيناه ما كيحترم الشروط كنحيدوله الرقصة وكنجمعوله المنتج يلو كذلك عندنا واحد منهج المراقبة عبر اخذ العينات ديال منتجات الغذائية في السوق الوطني وكذلك في الضيئات كنتاكدوا من الجودة ديالهم ولا لاكينا اي شابه او اي غش او اوي خلل كيمكننا انصر الله ذلك المنتج وما كي مشي السوق اللي نبغي نأكد عليه هو اننا المنتجات الغذائية اللي كانarakبها ما كانيش تشخيص ولا تفرق ما بين منتجات غذائية اللي كانت شي السوق الوطني منتجات غذائية اللي كانتصدر نفس المراقبة نفس المنهجية ونفس الشرط صحية وعندنا مستهلك نتكمل مع مستهلك واحد مكان جوج مستهلكي مستهلك كان واحد ومستهلك راخ مجوج كانت رقبوا المنتجات الغدائية المستهلك وأي خلل وأي شك كان نحزوا المنتج وكان ناخدوا الإجراءات ديالنا ومن ننساوش بأن المغرين المعترفين به بالزاف ديال الدول بالمنهاجية دياله وعبر هذا الاعترف دياله كما نفتح أسواق ديال المنتجات الوطنية باش تصدر كتار الأسواق الخارجية وهذا باش نعود نأكد لكم بأن المكتب كيعتمد على واحد المنهج المرقبة اللي معترف به والدول الأفريقة الأغلبية كيجو يعدنا وكيحاول ما أم كان يخذوا طريقة ديال باش كانت تشغلوا وحنا احنا مستعدين وحنا بالحقيقة احنا كنتقسم جميع الطرق وجميع السبول وجميع المنهج دينا مع الدول دينا الأفريقة الشقيقة